فاجعة جديدة في مسلسل طويل من فواجع العراقين الممتدة على طول البلاد وعرطها تجمع بينها ثنائية معروفة ضحايا من مواطنين أبرياء وجنات من الفاسدين والمنتفعين كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معاني الألم حريق يلتهم مستشفى ابن الخطيب في بغداد دليل آخر على فشل النظام الصحي في البلاد بل وفشل النظام برمته هذا النظام الذي جعل من مؤسسات الدولة مغنما تتقاسمه الأحزاب فيما بينها وتتكرر فيه الكوارث كل حين مستشفى وضع الاستقبال مرضى كورونا يفتقر لنظام إطفاء ذاتي وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد لمحنة على الرغم من امتلاء المستشفى بقنان الأكسجين شديدة الانفجار ولكي تكتمل فصول المأساة فقد تأخر الاتصال بفرق الإنقاذ وتأخر وصولها في سيناريا ويعكس مدى الاستخفاف بحياة الناس ومقدار الفشل والإهمال المتراكم في نظام صحي صار مضربا للمثال في الانهيار والتهالك ضحايا بالعشرات جاءوا إلى المستشفى بحثا عن نسمة هواء يتنفسونها فخرجوا منها محمولين ما بين مختنق ومحترق هذا هو الواقع في العراق حيث تتنوع المأساة وتتعدد المعاناة وللموت في كل يوم قصة الضحية فيها دوما هو المواطن وجلاده الفاسد في أي مكان وجود وعلى أي كرسي جلس يسارع ساسة العملية السياسية إلى إعلان إجراءاتهم التي تركز غالبا على تشكيل لجان تحقيقية تحاول امتصاص غضب الشارع وتبقي نتائجها طي النسيان وفي أحسن الأحوال البحث عن الحلقة الأضعف لتعليق الخطأ عليها لتتحول مأساة الأرواح التي أزهقت إلى حلبة تستعرض فيها الأطراف السياسية بيانات الأسف والحداد الزائف بدل من الشعور بالمسؤولية وإعلان الفشل والتنحي على هذا الشعب المنكوب يجد حلولا تمنع تكرار الفواجع التي صارت جزءا من واقعه المأساوي